اياد هذه العائلة لا تتوقف حيث لغة الاشارة هي اللغة الاكثر استخداما للتخاطب بينهم الفهيد اسرة اصيب عدد من افرادها بالصم حتى اصبح شائعا بين هذه العائلة بدايتها كانت ستة صم للوالد وسبحان الله الاخ تزوج وتكاثرت الاسرة فصار فيها عدد كبير من المترجمين من الصم مما ادى الى ان ابنائهم طلعوا مترجمين وان شاء الله صارت الاسرة اسرها محبة لهذه الفئة يجيد عدد كبير من ابناء هذه الاسرة استخدام لغة الاشارة بسبب اختلاطهم بالصم كما وتحولت تلك اللغة الى مصدر رزق لبعضهم الكل يجيد لغة الاشارة في الاسرة عندنا الكل يجيد لغة الاشارة بنسبة تصل الى 95% صغيرا وكبيرا لكن الذين امتهنوا موجود يمكن يجدونهم 5-6 صارت هي مصدر رزق لهم اللافت ان بعض ابناء وبنات الفهيد من الناطقين اختاروا الزواج بصم بسبب وجود 14 اصم تبنت هذه العائلة لغة الاشارة وسيلة للتواصل فيما بينهم ولتكون احيانا مصدر رزقهم من خلال عمل بعضهم في الترجمة سلم الراجح العربية الرياض